الناس تسلمون من ألمانيا وفيهما نرحب بشدة بفكرة المظاهرات ضد تبون لما يكون هناك وإن شاء الله سيكون فيها نقاش وحديث معهم عن كيف نجعل أي مسعور مسعور وليس مسؤول جزائري في الخارج نجعل حياته جحيما سواء كان هذا ما يسمى بالرأي أو وزر الخارجية أو الوفود لتأتي لبلدان خاصة البلدان اللي يجوز فيها أو مسموح فيها بالتظاهر والاحتجاج كما هي بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية ما زال لم يعلن فقط أقول لإخواني لم يعلن عن تاريخ مؤتمر بيرلين الثاني الأول تم ولم تدعى له العصابة والثاني هذه دعية دعية له هذا تبون لم يعلن بعد لأن ميركل تحتاج أن تأخذ موافقة أردوغان وبوتين أساسا وإلى حد ما الفرنسيين والإيطاليين باش تقرر التاريخ كل البقية بالنسبة ليها عبث طبعا تبون كل ما يهمه هو أنه يروح هناك ويجلس على أساس أنه رئيس الجزائر مع الذين سيأتون مع أن أكثرهم من شحي يكونوا رؤساء اللي سيأتون إذن سننسق في هذا الموضوع وكيف يتم هذا الموضوع خاصة إخوانكم ربما بلدان أوروبية سيكونون معكم بإذن الله خلاصة القول إخواني لا أريد أن أطيل كثيرا رانا اقتربنا حتى نستور بعين دقيقة الآن خلاصة القول أن التصعيد أصبح ضرورة حتى ونحن نحقق أو حققنا والحمد لله في هذا الحراك أشياء كثيرة إيجابية لكن التصعيد أصبح ضرورة وما يقول حتى المتضرر إنهام المحامين الآن سيتظاهرون الأربع القادم على ما أعتقد للأسف طبعا هم يتظاهرون لمصالح خاصة لأن هم فرضوا عليهم ضرائب أكثر من 60% على ما يبدو على ما يبدو أكثر من 60% من الضرائب من دخل المحامين ما عليش لكن نتمنى وأن يفهموا خاصة أنهم المفروض أنهم أساتذة في القانون نتمنى أن يفهموا جيدا هم وغيرهم مثلا الآن اللي يسموهم البطالين أولا تسمية البطالين هذه خاطئة هذا مش بطالين هذا معطلين ولذلك أنا أدعو إخواني اللي يديروا جمعيات أو يديروا منظمات أو مسيرات ما تسموه شروعكم بطالين أنت مكش بطال بإرادتك أنت معطل في عصابة لم تعرف كيف تدير هذه القارة كيف تدير هذه الثروات الهائلة اللي يرهم كثير من البلدان طالعين فيها الآن فأنت معطل ولست بطال إذن إخواننا المعطلين إخواننا المحامين إخواننا يعني السكن إخواننا أفهموا جيدا أن المنطق يقول إذا حلت القاعدة الكبرى تحل القاعدة الصغرى إذا صدقت القاعدة الكبرى تصدق القاعدة الصغرى بمعنى إذا كان لديك يوما ما سلطة شرعية فعلية مدنية تأتي بإرادة الشعب وتذهب بإرادة الشعب فإن هذه السلطة ستأخذ مقود وتدافع عنك إذا لم يكن لديك فإنك دائما تبقى هكذا تطرام بالوعود أو العود ما قبل التشغيل وعود كذا وعود كذا وكانت وعودهم كثيرة قبل الانتخابات المزيفة لن يستطيعوا حتى لو أرادوا لن يستطيعوا لأن البلد محكومة من عصابات عصابات في العاصمة عصابات في الولايات عصابات في الدوائر عصابات في البلديات عصابات الحكم متعفن إلى درجة لا تتصورونها ولذلك التغيير يجب أن يكون راديكال والشعارات المادة السابعة والثامنة يجب أن تعود وبقوة والإخوة اللي راهم يطمعوا فيهم بأحزاب وتشاركوا في الانتخابات الشرعية والبلدية إياكم إياكم راهم آخرين طمعوهم قبل 25 سنة وبعدين عبثوا بهم وقسموهم حتى أحزابهم إياكم إياكم قبل رحيل العصابة إياك أن تقبل مشاريحها أو تدخل في نقاش مع مشاريحها تعديل دستوري اتخابات لا شيء أحزاب هذا كله كذب إنهم يكذبون أكثر مما يتنفذون